السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي طلبات وطالبات الصف الثالث الاعدادي. النهاردة ان شاء الله نكمل مع بعض المراجعة النهائية للامتحان. اللي عنده اي سؤال او مش فاهم اي جزئية في المنهج. اكتب لي في كومنت. وما تنسوش لايك وشير له الفيديو واشتراك في القناة. وفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد من قديمه ان شاء الله. يلا نبدأ مع بعض. هنبدأ بمودل تيست سيفن الاختبار السابع. السؤال الاول ده سؤال دالو اللي هو سؤال المحاس. نحل كده مع بعض. نوها منتظرة والدها في النادي. فراشا بتقول لها. اهلا نوها. انا سعيدة بالقائق. قلت لها. هلو راشا. اهلا الراشا. طول لها طبعا هي كمان. نايس. تو. مي. يو. انا سعيدة طبعا بلقائق ايضا. فراشا سألتها سؤال لها. انا منتظرة بابا طبعا عشان يوصلني البيت او ياخدني البيت. يبعد لها ماذا تفعل? سؤال في زمن المضارع المستمر عشان هو اجاوب طبعا في المضارع المستمر. يبقى تعمل ايه? او كنت تقول لها سؤال تاني who are you waiting for? who are you waiting for? اهي who are you waiting for? انت منتظر مين? يتقول لها انت بتعملي ايه? وبترد على تقول لها انا منتظرة بابا. يتقول لها انت منتظرة بين? هتقول لها انا برضو منتظرة بابا. السؤال التاني بعد كده بتقول لها سألتها سؤال تاني اتلاها اه اه انا اه نسيت او سبت التليفون بتاعي في البيت. يبقى تقول لها طبعا اه ممكن تقترح عليها تقول لها مسلا ولما لا تتصل بيه مسلا. why? don't you call him? وليما لا تتصل بيه اتلاها? اهل هو معتد ان هو يكون متأخر كده اتلاها ايه? دي اول مرة يبقى تقول لها طبعا لا هو مش متعود على كده. او دي مش متعودة ان هو يتاخر. don't worry ما تلعيش. i will be with you until he comes. انا هكون معاك الحد مين. فايت لها اي you are so kind. انت طبعا عطوفة جدا. يبقى هتقول لها thank you. thank you شكرا لك. بعد كده هنكمل ببروتكت. long long well homes what? in hot countries. في اه في الدول اللي هي الحرة. like egypt. مثل مصر. mangrove trees grow in the نقط. طبعا اشجار المنجروب بتنمو في ايه? في البحر. اه نقط اه الساحل. هي طبعا بطول الايه? الساحل. اغابات المنجروب. هي اه اغابات المنجروب بتعمل ايه? للمزارع. والمجتمعات من اه طبعا الرياح القوية والعصف القوية طبعا هي بتحمي. they provide. بيتمود نقط for plantes fish and sea animals. they provide ايه هومز? بتوفر لهم ايه منازل او مأوى للنباتات والاسماك والحيوانات البحرية. if there are if there were more mangrove trees. لو كان فيش جر منجروب كثيرة. there not be fewer flows. حيكون في فهدات الاقل. يبقى ايه في ماضي? ودو المصدر يبقى اه there would be. نشوف كتعة الريدنج. some people say that reading is now not as important as it was. بعض الناس بيقولوا ان الكراءة اه الان اه لا لم تعد مهمة كما في السوق. why do we read اه a newspaper where the latest news is brought to us hourly on tv. ليه احنا بنقرأ الجرائد او اللي هي الجرائد طبعا بينما احدث الاخبار ممكن تجينا اه كل ساعة طبعا في التلفزيون. why do we read a story when we can see a film? وليما نقرأ قصة عندما نحنا نكون نستطيع ان احنا نشاهد فيلم. television news broadcasts اللي هي طبعا اللي هي ازاعة الاخبار او الاخبار الازاعية في التلفزيون. cancels terny be attractive. ممكن ان هي تكون بالتأكيد جذابة. but we need a newspaper as well. ولكن احنا كمان محتاجين الجريدة. بالاضافة لذلك. some important events happen. اه بعض الاحداث المهمة بتحدث. when there are no cameras around. ما بيكونش فيه طبعا كاميرات حواليها ان يتصورها. and the newspaper doesn't just report the news. والجريدة طبعا هي ما بتبلغشي اه الاخبار اه فقط. it explains what has been happening. هي كمان بتشرح اللي بيحصل. اه اللي حدث. it also contains interesting articles on many subjects. كمان الجريدة دي بتحتوي على اه مقالات مهمة جدا اموم تاعة في اه موضوعات كتير. a good film has action movement color and music. طبعا الفيلم الجيد بيكون فيه حدث و اكشن و حدث و اه حركة و لون و موسيقى. these are things. الاشياء دي طبعا we don't find on the printed page. ما بنشوفهمش في الصفحة المطبوعة. but reading a story makes you imagine. ولكن كراءة القصة بتخليك تتخيل. each of us imagines a story differently. كل واحد فينا بتخلي القصة بطريقة مختلف. so reading is useful. لذا كراءة مفيدة. because it is a source of information and pleasure. لان هي مصدر للمعلومات والسعاد. السؤال الاول بقول the main idea of this passage is. الفكرة الرئيسية في القصة هي. watching tv. buying news papers. reading is important. ولا reporting the news. طبعا هي reading is important. الكراءة مفيدة. reading is very important for. الكراءة مفيدة لايه. information only. pleasure only. nothing. ولا information and pleasure. طبعا هي information and pleasure. لا هي المعلومات فقط ولا للمتعة فقط. لا هي للمعلومات والمتعة. we can know the news by. احنا هنقدر ان احنا او نستطيع ان احنا نعرف الاخبار by reading newspaper television news reading box والA B طبعا هي A و B ان احنا ممكن نعرف الاخبار من آآ قراءة الجريدة ومن كلال A الاخبار اللي هي التلفزيونية يبقى A and B. بعد كده بيقول لي هل تعتقد ان هكون في آآ جرائد طبعا مطبوعة في المستقبل واي. طبعا ممكن اقول مثلا رأيي. انا. no I don't. ممكن اقول لي مثلا. I think there will be online حيكون في اونلاين اي اونلاين نيوز بيفرز. طيب انا لو قلت ياس مسلا انا لو قلت نو قلت نو I don't think there I think there will be اونلاين نسبة. حيكون في جرائد عبر الانترنت. طبعا لو جاوبت بيس ايوة حيكون في طبعا مجلاء او جرائد مطبوعة. هنقول مثلا yes I do. طبعا لو جاوبت ب no او جاوبت بيس. لو جاوبت بيس بقى هقول ايه? yes I do. I think we will use printed نيوز بيبر. اعتقد ان احنا هنستخدم الايه? اه النيوز ايه اللي هي نيوز بيبر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي. استخرج من النص ليه الناس بتفضل مشاهدة فيلم عن قراءة قصر. شوف كده النص مع بعض. بيقول لي هنا. a good film has action movement color music. الفيلم الجايد طبعا في action movement and color music. these are things we don't find on the printed page. والحاجات دي طبعا احنا ما بنشوفهاش في الطبع الايه المحفوظ. اللي هي المطبوع. ده السؤال رقم five. السؤال اللي بعد كده بيقول لك سامرايا the second paragraph in one sentence. لخص البارغراف الثاني في جملة. ممكن نقول مثلا reading is useful. قراءة دي مفيدة. as it is a source of information and pleasure طبعا هي مفيدة لان هي مصدر للمعلومات وطبعا المتعة. بعد كده سؤال للشويس. اه نوجت اه is someone who is working hard. ايه? هو شخص طبعا بيعمل بالجيد. هو طايلر ولا سنسور ولا ريسيبر ولا سندر طبعا هو الطايلر اللي هو الشخص الكادح. if something لو شيء ما is not you don't need to plug it in. لهو ايه? انت مش محتاج ان انت توصله لكهرباء. ولا powerless ولا wireless ولا يوزلس طبعا هو wireless اللي هو بدون اسلاك. that's synonym of comfortable is. معنى كلمة comfortable. comfortable معناها مريح. يبقى هي relaxing, uncomfortable, unrelaxing, stressful طبعا هي معناها relaxing برضو مريح. to give the object of the adjective popular. علشان ندي عكس الصفة popular. we use the prefix. بنضيف البادئة in this in on. popular عكسها unpopular اللي هي غير معروف. popular معناها معروف. عكسها unpopular غير معروف او غير مشهور. if something is. لو الشيء ده هو ايه? it doesn't cost much money. لا يكلف اموال كتير. يبقى هو easy ولا cheap ولا expensive ولا difficult طبعا هو cheap رخيص. a not is a machine that you can control from far away. هي الا طبعا بدي تتحكم بها من بعد. هي water wheel ولا remote control ولا wind turbines ولا solar panels هو remote control اللي هو remote control. بعد كده سؤال correct. did he used to ride bikes? طبعا احنا قلنا did big وراها الفعل في المصدر. يبقى did he use? she not be an environmental scientist. بالكناتش هتكون علمة بيئية او علمت بيئة. if she doesn't love natural. هي بكادش بتحب الطبيعة. يبقى if وماضي. what will مصدر. ولكن هنا وضمن فيه. يبقى wouldn't be. have you be waiting for the bus for a long time? هل انت كنت منتظر الوطوبيس لوقت طويل? يبقى have you been waiting? have you been? اللي هو المدارع التام المستمر. have been or has been زاد الفيرب زاد الing. I didn't send the report. I انا لم ارسل التقرير until I revised it. احنا قلنا until بيجي قبلها ماضي بسيط من فيه. وبعدها ماضي تام. يبقى الماضي التام يعني had والتصريف التالت revised. باسم stop to do his bad habits. باسم توقف عن فعل عاداته السيئة. stop بيجي وراء الفيرب زاد الing. لمعناها عشان يكون معناها التوقف عن فعل شيء نهيا يبقى stop doing. البارغراف عن ابارغرافي اوب دكتور فاروق الباز. طبعا السيئة ذاتية لدكتور فاروق الباز. احنا قلنا هنزل آآ فيديو مخصوص آآ لأهم البارغرافات الموجودة في المنهة. انتقلنا الى ماضي تست ايت الاختبار التامن. طبعا السؤال الاول برضو هو سؤال الدالي. نبيل is meeting his friend shady to who has been to America. نبيل بيقابل صديقه شادي اللي هو كان في امريكا. طبعا has been to معناه كان في امريكا ورجع. بيقول له how are you shady? كيف حالك? where have you been? كنت فين? قال له I am fine thanks. انا بخيره شكرا. طبعا هو قال له في العلوان انه هو كان في امريكا. يبقى هيقول له I have been to America. كنت في امريكا. فثالث سؤال. I traveled with my brother. سفرت مع اخوي. عايز يقول له انت سفرت مع مين? يبقى من اللي هي who? traveled body? بقى للمساعد did. will you travel well? who did you travel with? سفرت مع مين? how was your trip? كيف كانت الرحلة بتاعتك? هيقول له مسلا it was fantastic مسلا. كانت رائعة. how long did you stay there? كامل مدة اللي انت قضيتها هنا? فقال له ايه? قال له oh a month. يبقى هيقول له I stayed for a month. بعدت شهر. قال له اوه امان فاسال السؤال. قال له we visit the statue of the pretty and the empire state building. احنا ظننا تمثال الحرية ومبنى the empire state. يبقى يقول له ماذا زرت هناك? يبقى what? اللي هي ماذا? السؤال طبعا اه في الماضي بقى did what did you visit there? زرتوا هناك ايه? بعد كده سؤال complete the tickets هنكمل باور. اه النايزق ليك بحارة النزك is famous all over the world. هي مشهورة حول العالم. it's a not lake. هي ايه? natural lake. بحيرة طبعي. it's a three not drive from her get. it's a three hour. ما استغضبناش hours لي لاني هنا طبعا صفة. تعتبر hour صفة لاني هي طبعا اه والصفة لا تجمع. the lake is called the shooting star by not by locals. طبعا البحيرة بتسمى بي ان اللي هي الشهب او النايزق بواسطة المحليين. because it believed that abyss of star اللي هو am try to fill onto it. لان هما بيعتقدوا ان قطعة من نجم او نايزق سقطت فيها. the lake is cut down is cut out of the rock in the note of an eye. if in the shape. في شكل عين. بعد كده قطعت reading science has told us so much about the moon. العلم طبعا اه اخبارنا كثيرا عن القمر. that is it's not easy to know a lot of things about it. وكمان ان ما فيش مش كان من السهل طبعا اه مش من السهل ان احنا نعرف اشياء كثيرة عنه. the moon is not a comfortable place. القمر ده مش مكان مريح. there is no air and all water. لاني ما فيش ميا وهوى. there can be no life of any kind of living things. ما فيش اي حياة لاي نوع من انواع الكائنات الحياة. for mile after mile. من ميل الى الى الاخر. بعد الميل. there are many big mountains. فيه طبعا جبال كبيرة. above. اه في الاعلى. the sun and stars shine in black sky. الشمس والنجوم بتستع طبعا في السماء السوداء. if you move away from mountain shadows. لو انت انتقلت بعيدا عن ظل الجبال. it will mean moving from very low temperature into great heat. ده بيعني ان انت بتنتقل من درجة حرارة مخفضة الى اه طبعا حرارة عالية. these temperatures. هذه الحرارة. break stroke away from service of the mountains. بتفضل الصخور عن اه سطح اه الجبال. the moon is also a very silent world. هو طبعا الكمر كمان هو عالم اه صامت جدا. because sounds can always travel through. الان طبعا الاصوات فقط بتنتقل خلال الهواء. وطبعا فيش هوائب هو عالم صامت. from this distance من هذه المسافة. the earth is shining more than the stars. اه الارض طبعا بتستع اكتر من النجوم. it looks like a big ball. هي بتشبه كرة كبيرة. colored blue green and brown. لونها طبعا بني واغدر وازرق. السؤال الاول بيقول لي there are many big not on the moon. في ايه ضخمة على الكمر? هو mountains or countries or houses or forms. هو mountains. the main idea of the passage is about that. الفكرة الرئاسية في القطعة هي عن ايه? mountains moon stars earth طبعا هي عن المون القمر. the earth الارض looks like. بتشبه. a big not from the moon. اه هي كبيرة من سطق بين القمر. mountain ولا star ولا شاد ولا بول طبعا هي a big ball. كرة كبيرة. بعد كده بيقول لي why can't there be any life on the moon? ليه هواء او ماء. استخرج من النص ليه القمر. عالم ايه? عالم طبعا صامي. because طبعا لانه قال لي في في النص because sound this لان الاصوات can only travel through air. الاصوات فقط بتنتقل بتنتقل خلال الهواء وطبعا آآ القمر مفيش في ايه احنا قلنا there is no. ايه? مفيش هي هواء. لخص النص كله في جملة ممكن نقول there can be no life مفيش حياة. on the على سطح القمر. on the moon as there is no air and or water. مفيش طبعا طبعا احنا النص كله بيتكلم على اني مفيش حياة على سطح ايه القمر. لاني مفيش هواء طبعا او ايه او ماء. بعد كده سؤال ايه هي المعلومات او التعليمات اللي بترسل بوسطة الصوت او الضوء الاخر. هي sign ولا sight ولا sensor ولا signal طبعا هي signal اللي هي الاشار. باسم was surprised. باسم كان مندهش to see his old friends. ان هو يشوف اصدقائه القدام او صديقه القديم. he didn't not to see him. he didn't ايه? accept ولا expect ولا hide ولا receive. يعني هو كان مندهش ان هو شاف صديقه القديم لانه ما كانش يتوقع ان هو يشوفه. يبقى he didn't expect. ما كانش متوقع ان ويشوف. the anthem of public. عكس public. public معناها عام. عكسها بقى ايه? private ولا common ولا popular ولا general. عكسها طبعا private اللي هي خاص. to get an adjective from the word wire. عشان نعمل صفة او نحصل على صفة من الكلمة wire اللي هي معنى silk. we add the soft. بنضف لها اللحقة. less. ness. i n g il y. طبعا هي بنضف اللحقة. less. نقط happens when greenland becomes desert. ايه اللي بيحدث عندما تصبح الارض الخضراء صحراء. earthquake, desertification, deforestation ولا drought. عما تصبح الارض صحراء يبقى هو عملية التصحر اللي هي desertification. something which is sustainable. اه شيء هو مستدام. is electric, temporary, recyclable, recyclable ولا renewable. طبعا هو sustainable ده معناه ان هو آآ renewable متجدد. بعد كده سؤال correct more and more cars. الكسير والكسير من السيارات ميكس in japan. عايز اقول بتقول مش هي اللي هتصنع. ده هي اللي هتصنع. يبقى ده مبني المجول فيه زمن طبعا المضارع البسيط. يبقى cars آآ جمع. يبقى والتصريف الثالث من ميك هو ميت. if our oceans keep to get warmer. لو المحطات بتاعتنا استمرت في ان هي تصبح اكثر دفئا. العديد منها الشعب المرجانية حتموت. يبقى كيب بيجي من الافعال اللي بيجي وراها الفيرب زائد الان جي. يبقى keep getting. in the past في الماضي. people didn't use the to use energy saving light bulbs. الناس ما كانتش بتعودها تستخدم اللي هي اللمبات المغفرة للطاقة. طبعا didn't use. I haven't been to this terrain before. انا ما رحتش المطعم ده قبل كده. ده مضارع تام. يبقى haven't been. تصريف الثالث. I decided buy a water bottle that I can reuse from the shop. طبعا انا اشتريت زجاجة مية. ممكن اعود استخدامها من المحل. طبعا the site بيجي وراها tool. المصدر يبقى to buy. الparagraph عن review of our cycling project. طبعا نقطة عن مشروع اعادة التدوية. انتقلنا الى model test nine. الاختبار اللي هو التاسع. السؤال الاول. سؤال الديالوج. اللي هو سؤال المحاسم. بيقول ليه? فهمي stalking with tamir about some interesting animals. فهمي بتكلم مع tamir عن بعض الحيوانات الممتعة. فقال له are you interested in animals tamir? هل انت مهتم بالحيوانات يا tamir? يقول له طبعا yes i am. او yes sure. او yes of course. فسأل السؤال قال له I like orangutans most. بحب حيوانات انسان الرغم. يبقى ممكن يقول له ايه هي حيواناتك المفضلة? what's? what are? what are? you're? favorite? animals? animals? ايه هي حيواناتك المفضل? او ممكن يقول له what animals? اه ايه الحيوانات do you like most? what animals? ايه هي الحيوانات اللي بتحبها ايه اكثر? طيب I like orangutans most بحب حيوانات حيوانات انسان الغبق اكثر. فسأل سؤال تاني قال له they live and dream first. بيعيشوا في الغبات المطيبة. انا عايز يقول له هما بيعيشوا فين? where اللي هي معناها اين? سؤال في المضارع يبقى do. علشان الفاعل بتاعه they. where do they live? بيعيشوا فين? have you ever seen an orangutans? هل انت سبق ان انت شفت اي حيوان الانسان الغبق ممكن يقول له مثلا no I am not. او no I haven't sorry. هنا سأل بها بيبقى no I haven't. what's your favorite animal? بيزهله بقى هو بيقول له ايه حيوانك المفضل? فقال له ايه? they live in polar habitats. بيعيشوا في البيئات القطبية. فتامر قال له I wonder how polar bears can live there. انا بتعجب كيف تعيش الدبابة القطبية هناك? يبقى طبعا انقول ايه the polar bears. او ممكن اقول my favorite animals الهيه the polar bears. او I like the polar bears. بعد كده سأل complete the tickets. ام كمل بفلود. ود. planet renewable well history. our weather is changing التقصي بتاعنا بتغير. and our not is getting hotter. وايه اللي هنا بيزداد طبعا سخونة اللي هي our planet. كوكب بتاعنا بيزداد سخون. one of the reasons for this is climate change. واحد من هذه الاسباب هو تغير المناخ. there are more. ايه? more floods. في فيضانات. droughts. الجفاف. and forest fires. وحراق في الغباط. than any time before. عن اي وقت قبل كده. if we don't stop burning fossil fuels. لو احنا لم نتوقف don't يعيه اف ومضارع. لو احنا ما توقفنش عن حرف الوقود الحفري. climate change not get worse. well get. يبقى اف ومضارع. so we need to use cleaner renewable energy. احنا محتاجين ان احنا نستخدم طاقة متكددة اكتر نظافة. such as solar energy زي الطاقة الشمسية. بعد كده reading i have a friend called magdi. انا عند صديق يسمى magdi. who always pretends to know everything. اللي دايما بيتظهر ان هو بيعرف كل شيء. whenever a name is mentioned في اي وقت بيذكر اسم. he says he knows him. بيقول ان هو بيعرف. i believe the magdi until one day. انا كنت بصدق magdi لحد في يوم الايام. i found out that he was a big liar. اكتشفت ان هو كذاب كبير. once he visited me. اه في يوم هو كان بزرني when i was sitting with my cousin mister samir sadiq. وانا كنت قاعد طبعا مع ابن عمي samir sadiq. who happened to be a will famous writer اللي هو طبعا كان كاتب كاتب معروف جدا او مشهور جدا. before i introduced my friend to mister samir. قبل طبعا ما اقدم صديق اللي هو ماكدي الى mister samir اللي هو ابن عمه. his eyes fell on one of his books. عينه سقطت على واحد من كتبه. which was on the table. اللي هي كانت على الايه الترابيز. ماكدي at once. ماكدي على الفور. said that. قال ان the author of the book was one of his relative. قال ان الكاتب الكتاب ده واحد من اقاربه. and start reading stories about the adventure they had together. وبدأ يقول طبعا انه يحكي كده قصص ومغامرات عن ايه عن اه عن هم سويا. اللي هما they mean اللي هو عن الكاتب ويه ومستر مين ماجدي. او ممكن نقول ايه ماجدي والايه ماجدي ومستر سامير. طيب. he also said that مستر سامير never wrote a book. اه قال دايما اه قال طبعا ان مستر سامير عمره ما كتب كتاب. before discussing its ideas with him. اه قبل ما يناقش افكاره معه. مستر سامير asked my friend if he could recognize مستر سامير if he saw him. طبعا مستر سامير سأله انت تعرف سأل ماجدي لو هو استطيع انها تعرف عليه على مستر سامير لو شافه. وصديقي طبعا اكد ان هو طبعا يقدر يتحرف عليه. اه. طبعا بيدحكة عالية كده. اه طبعا قدم نفسه الى صديقي. هو وصوء الشمس كان مكسوف جدا او خزيان. ذات هي. على الفور وطبعا غادر المنزل. منذ ذلك اليوم. لم يقبلني. وطبعا ما بقاش يقول ان هو يعرف اي شيء او اي اي شخص. السؤال الاول بيقول what do the underlined word they refer to. ذي دي بتشير الى اي. ماجدي and his friend ولا رايتر and his friend ولا رايتر and مستر سامير ولا ماجدي and مستر سامير طبعا هي كانت بتشير الى ماجدي ومستر سامير. the writer discovered that ماجدي الكاتب اكتشف ان ماجدي ايه. knew everybody in the city. never told lies. was a big liar. knew مستر سامير طبعا هو was a big liar. كان كاذب كبير. بعد كده the writer's cousin asked me if he knew سامير صادق. اه تو. طبعا الكاتب هنا او ابن عام الكاتب قال اه او طلب من ماجدي لو هو عرف سامير صادق فقال له ليه? لكي ايه? عشان يبرهم ان ماجدي لا يخبر الحقيقة ولا يعرف هو بيعيش فين. عشان نقش الكاذب بتاعته اه اللي اخبارها ولا تلهم طبعا. عشان يبرهم ان ماجدي انه ما بيقولش الحقيقة. بعد كده بيقول لي what was macd's bad habit? ايه كانت عادة عادة ماجدي السيئة? هنقول لي he was a liar. كان كاذب. طيب. what's your opinion of it? ايه رأيك فيها? ايه habit? دي عادة سيئة جدا. as i don't like liars. محبش تكذبين. طيب. سمرايز the passage in your own words. تلخص الفقرة كلها في كلمات من عندك. طبعا الفقرة بتتكلم عن صديقي الكاتب اللي هو كان دايما شخص بيه يقول ان هو بيعرف كل شيء وهو ما يعرفش طبع حتى لو ما يعرفش. لحد ما الكاتب اكتشف ان هو نقول كده ازاي? هنقول مسلا. has a friend الكاتب لديه صديق ذات الذات هنقول ihn written this كي ديمن بتضهو throw her to everything ركا ب글تضل ان هو بيعرف كل شيء even if he don't. حتى لو لم يكن يعلم. طبعاً until حتى the writer الخاتب طبعاً فاوند أو تكتشف. فاوند أوت ذا تشي. إز. أبيج لاير. إن هو كاذب. إذا عندك صادق مثل ما. هل أنت تحتفظ بك صديق حنقول طبعاً. لأ. لأن أنا محبش الكذابي. طبعاً نجاوب تاني ونقول لأنها عادة سيئة. بعد كده سؤال هي صخرة بتطير طبعاً خلال الفضاء. هي القامت ولا التسكوب ولا البلين ولا الروكت. هي القامت اللي هي النيز. كل طبعاً بطل. لديه طبعاً طاقات اي أو قوة مختلفة. اللي هي طبعاً الكلمة هنا. طبعاً طبعاً هو عنده قدرات اي خاصة. هي عكس كلمة decrease. طب كلمة decrease معناها يقلل. عكسها increase ولا reduce ولا depend ولا drive. طبعاً عكسها increase معناها آآ يزيد أو يزداد. بعد كده بيقول لي. الباديئة ايه? بتعطي عكس اللي هي الصفة او الكلمة renewable. renewable معناها متجدد عكسها. بنضيف لها طبعاً هي بنضيف لها غير متجدد. هو شخص بيشتغل على او بيعمل على السفينة. هو طبعاً هو اللي هو بحر. أنا كنت غاضب جداً عشان أنا ما ما استطعتش ان انا اجاوب على السؤال. the word cross means. كلمة cross هنا معناها angry والhappy والtired طبعاً هي angry غاضب. بعد كده سؤال correct. طاها حسين طاها حسين was bear in eighteen eighty nine. طبعاً طاها حسين ولدها في الف وتمانية تسعة وتمانين. طبعاً هي was born. وليس سابع. وزور زى التصريف الثالث. those farmers هؤلاء الفلاحين move if there was another float. لو حيكون فيه فيضان اخر حيمشوا طبعاً حينتقلوا. طيب if وماضي يبقى وود والمصدر يبقى would move. would move. have you never helped to organize a sports a sports even. هل سبق ان انت ساعدت في تنظيم حدث رياضي? have you ever? اللي بتيجي في السؤال ever ولايسها never. where were you used to play sport? عزا اقول له انت كنت بتعود تلعب رياضة فين? يبقى where did? long ago. منذ وقت طويل في camels are cold ships of the desert. الجميل كانت بتسمى سفن الصحراء. يبقى طبعاً في الماضي يبقى where called? الparagraph عن عندي short story about bad situation you experienced in the past two years. طبعاً هو قصة قصيرة عن طبعاً موقف سيء طبعاً حصل لك في السنتين الماضيين. وصلنا لنهاية فيديو النهاردة انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم عشان نتكمل مع بعض المراجعة اللي عنده اي سؤال يكتبني في comment مع تمنياتي بدوم التفوق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.